السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد من دروس أونلاين بداية كل عام حضرتكم بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك ربنا يعيده علينا دايما بالخير واليمن والبركات وربنا يكون في عام كل الطلبة اللي تمتحن اليومين دول وعلشان مناسبة العيد وعلشان الطلبة اللي بيمتحنه فده فيديو خفيف كده سريع على دروس أونلاين بشارك فيه جولة في التلفون بتاعي إزاي أنا بستخدمه وإزاي الوجدس اللي أنا أعملها على الهومبيجز زي يعني تده طول الفلسفة البسيطة اللي بتعامل بيها مع التلفون لربما في حاجة تعجبك فتجربها وتساعدك بشكل ما فيلا بينا بداية دي الهومبيج الصفحة الرأسية اللي ساعة ما بفتح فيها التلفون بتظهرلي فيه اتنين وجدس من تطبيق تيك تيك فيها المهام بتاعت اليوم ده شيء مهم جدا المفروض ان احنا بنعمل خطة اسبوعية مبدئية فيها كل التاسكس بتاعت الاسبوع فده اوتوماتيك لي بيجيب المهام بتاعت اليوم اللي فيها بالتأكيد تصوير الفيديو ده ودي برضو من لستة أنا أعملها جواه التطبيق للأفكار أو الحاجات اللي أنا حابب أتكلم عنها في الفلوجز والله ربما تنتقل بشكل ما بشكل مفاصل دروس أونلاين يعني الصف ده فيه التطبيقات المهمة جدا جدا بالنسبة لي نوشن طبعا او الحاجة اللي براجع عليه بتاعت الكتب والتويتس والحاجات دي كلها كلمنا عنه كتير جدا ده التطبيق اللي أنا باستخدمه ما بينه ما بين الإديتور عشان التعديلات وخلافه تيك تيك طبعا التو دو لست أب وبوفر وهو تطبيق بيساعدني ان انا آآ القط الأفكار اللي ممكن فيما بعد آآ قدر اصغها على هيئة تويتا أو آآ ممكن تكون نواه لموضوع فيديو على دروس لاين مهم جدا التطبيق ده بصراحة وبساعدك انك تجادل آآ حاجات كتير آآ سفاري طبعا المتصفح ويتشارجي بيتي ده عبارة عن شورت كات اللي آآ تشارجي بيتي عشان اخش استخدمه على طول يعني هو عبارة بيفتح حتى في المتصفح يعني على طول آآ الصفحة اللي بعدها آآ فيها الوجت بتاعت آآ اللي هو بيوري لك باقي قد ايه على آآ الصلاة الصلاة القادمة والموعي بتاع كل الصلوات مهم جدا جدا لا غنى عنه بصراحة آآ تطبيق الساعة آآ انا بصراحة مش جايبه عشان الساعة لكن جايبه عشان المنبه يعني ادوس عليه وبعدها نروح للمنبه على طول آآ وده آآ وجت للكالندر ضروري جدا انسان باستخدم الكالندر بشكل ما ودول المهمين اللي انا باستخدمهم آآ اهم واحد طبعا الهابت اللي من خلاله بعمل تشيك على الهابت وبيسمع في نوشن اوتوماتيك ليه بشكل ما آآ طبعا تفاصيل كتير في الموضوع ده بس رابط آآ ابل شورتكات بنوشن فآآ دي الصفحة التانية الصفحة التالتة بقى هي الخاصة بالصحة آآ يعني ده آآ كلها ووجتز من تطبيق مايفيتنس بال آآ ده التطبيق اللي انا باستخدمه آآ بسجل عليه الاكل وهو بيسينك او بيعمل مزامنة اوتوماتيكلي مع التمرين آآ على ابل ووتش فبيزبط الدنيا بصراحة يعني يبقى جميل جدا التطبيق ده مش اعلان بكل تأكيد ولكن آآ يصادف بس يعني ده التطبيق اللي انا باستخدمه آآ ودول مهمين جدا جدا بالنسبة لي لان في آآ ماكرو جول او في جول للحاجات دي اللي هي الكارب والفات والبروتين بحتاج ان انا اوصل لها آآ كل يوم فده بيساعدني ان انا ايه انظم الموضوع وده طبعا الفيتنس بتاع آآ آآ ابل الايفون والآبل واتش فآآ بيديني برضو لمحة كده انا اتحركت النهاردة كفية ولا لأ آآ قفلت بتوعه النهاردة ولا ده لأ آآ ودي ووجت من تطبيق اسمه وده التطبيق اللي بساعدني بصراحة في آآ موضوع اللي هو السيام المتقطع يعني فبيدي لك ايه شوية معلومات ظريفة كده اقول لك انت دلوقتي دخلت في مرحلة شاعة في حرق الدهون انت دلوقتي دخلت في مرحلة انت دلوقتي دخلت في مرحلة اصلاح الخلايا آآ التالفة فبيساعدك بيساعدك جدا جدا اقول لك المفروض تعمل ايه وتزبط ايه والكلام ده كله آآ فمن الحاجات الجميلة برضو جدا جدا يعني فقدر تقول ان البيج دي كلها خاصة بالصحة أوكي البيج اللي بعدها هي بصراحة آآ 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 فدي للصفحة بتاعت الافكار بتاعت الفيديوها بتاعت دروس اونلاين بكل تفاصيلها ودي الصفحة بتاعت الجورنالينج الجورنال آآ اليومية بتاعتي آآ اللي فيها الهابت آآ فيها حاجات كتير قوي قوي يعني اوكي آآ تحتها تطبيق يوتيوب والفيلتر اون وفيلتر اوف آآ لو انت متابعنا فانت آآ ممكن تكون معرفة الموضوع ده ان هو ده الفيلتر ده ده شورت كات والايفون بيخلي التلفون كله قوي دوسود علشان يقررهاك في استخدامه وانا عامله ان هو يتعامل اوتوماتيك للساعة سبعة يعني وهنا فيلتر اوف بيشيل التأثير ده بس آآ لا لسه اوكي نسيت دي دي اكدت حاجة انا ضفتها آآ وده برضو تطبيق او موقع ومنصة اسمها تايم سترايب اتمنى انا اكون بنتقى صح او تايم سترايب هي تايم سترايب بصراحة آآ او من وجهة نظر يعني مش عارف المهم ما علينا آآ ده تطبيق بيدي لك يعني لمحة عامة كده عن حياتك يعني يقول لك ايه الاهدافك في الحياة وبعدين يقسمها لك لاهداف سنوية وبعدين اهدافك للربع ده الربع سنة وبعدين اهدافك للشهر ده طبعا تايم الكلام ده كله على اي تطبيق او على ورقة او قلم آآ وهاكم صراحة انا حابب الموضوع لانه آآ بيبقى ظاهر قدامي على طول هنا فانا ببقى يعني زي ما تقول متابع انا فين ورايح فين خلصت قد ايه الحاجات اللي انا آآ مهمل فيها فمحتاج ان انا انجز شوية آآ فبصراحة آآ ما اتعمقتش فيه بشكل كبير ولكن عجبني قوي ان انا آآ اهداف الربع ده ظاهرة قدامي واهداف السنة انا كمان ظاهرة قدامي آآ لان الانسان آآ بينسى فمحتاج كل شوية ايه حاجة ايه تلسعه كده او حاجة تفكره آآ علشان يعني يزبط آآ اوكي آآ دي بقى كل التطبيقات اللي موجودة وفيه حاجة مهمة او لو لاحظت هتلاقي ان ما فيش اي تطبيق للسوشال ميديا موجود هنا ما فيش اي تطبيق من التطبيقات الكتيرة جدا اللي موجودة آآ على التليفون موجودة في الهوم بيج او تحت هنا وده لسبب ان انا عايز لما استخدم تطبيق اكون يعني باستخدمه عن عمد مش مجرد ان انا شفت قدامي فضغط عليه فالطريقة اللي انا بفتح بها اي تطبيق بروح لليمين خالص وبعدين بكتب على اسم التطبيق مثلا آآ تيك تيك هو موجود آآ اي تطبيق انا آآ عايزه بايه بفتحه بهذه آآ الطريقة ان انا مش مجرد ان انا بفتح تليفون وشوف ايه التطبيق اللي انا عايزه لأ انا بفتح التطبيقات بهذه الطريقة فده بيخلي عندك وعي انت عايز تستخدم التطبيق ده عن عمد مش مجرد ان هو اجيه قدامك فضغط عليه فدي بصراحة من الحاجات المهمة جدا جدا آآ اللي ساعدت ان انا مش ميخلي اي تطبيق ممكن يسرقني موجود في الهوم بيج كل التطبيقات اللي هنا هي تطبيقات لا علاقة بالبرودكتيفيتي ولا علاقة بالشغل ولا علاقة بالايه بالحاجات الجميلة دي الصف التحتاني بقى اللي هما الاربع تطبيقات دول آآ بتطبيق الكاميرا طبعا لان بحتاج اصور فيديوهات وصور كتير فهو آآ اول واحد تطبيق ابل نوتس برضو باستخدمه في آآ الكويت كابتشر ان انا قلقط الافكار وقلقط الحاجات دي بسرعة آآ وتطبيق الاتصال طبعا وده تطبيق سليب سايكل سليب سايكل بصراحة آآ هو تطبيق ظريف آآ بيفرق عن المنبه العادي ان هو بيصحيك في نهاية الدورة بتاعة النوم مش بيصحيك يعني في المنبه انت بتقول مثلا ان هصح الساعة اربعة وربع عشان نصلي الفجر فهو هيصحيك اربعة وربع شارب اربعة وربع آآ سواء بقى انت في الديب سليب في اللايت سليب آآ في اي مرحلة هيصحيك فممكن اصلا صحيك في مرحلة متعرفش تقوم منها من النوم هتقوم من فاشفش مش مش هتقدر تقوم اصلا تطبيق الجميل ده بيتابع انت في انهى مرحلة من مراحل النوم وبتدي له ويندو او بتدي له مساحة ان هو ايه يصحيك في في غضون النص ساعري يعني ممكن يصحيني الساعة ثلاثة آآ خمسة وربعين دقيقة وممكن يصحيني الساعة اربعة وربع في الرينج ده انا بقول له صحيني في الرينج ده في الوقت اللي انت شايفه مناسب اللي هاقوم فيه في مرحلة الصحيان في دورة النوم علشان اقوم فيهاي. مش عارف الموضوع ده بيميك سينس ولا لا. بس معلومات اكتر ان شاء الله في فيديو النوم. ده بخصوص يعني تطبيق سليب ساكل يعني انا مهتم جدا جدا بموضوع النوم علشان كده حطوا عندي في البر اللي تحت انه قبل ما نام بقوم شغله ورامي التلفون على الوارس شارجر. وبرضو فيه شورتكوت على الساعة برضو لو ايه لو التلفون بعيد. النوم مهم. ومهم ان الواحد يهتم بيه. لو لاحظت هتلاقي التلفون هنا داخل في حالة النوم لاننا عندنا الساعة تسعة. انا عامل ان بعد الساعة تسعة التلفون يخش في حالة النوم. اه ودي مهم جدا لان لو حد اتصل عليك. اه فمش هيرين. مش هيرين عندك. وهيقول له ان ان انت مشغول. فدي من الحاجات الظريفة جدا. طبعا انت ممكن تكون عارف ان انا لاغي عن كل التطبيقات. سواء تطبيقات الرسائل او تطبيقات سوشال ميديا او يوتيوب او ايا كان. اه يمكن الحاجات الوحيدة اللي انا سمح لها بالنوتيفكيشن هو الازان نوتيفاي. والتطبيقات الخاصة بالصحة. يعني تطبيقات الفيتنس وتطبيقات الهيلث وتطبيقات الحاجات دي. اه دي اللي ليها ايه على النوتيفكيشن او ان هي النوتيفكيشن تظهر لي. بخلاف كده ولا حتى الرسائل. يعني حتى الرسائل اللي ممكن تجي لك رسالة مثلا تأكدية او انا لغي كل النوتيفكيشن. وبصراحة دي خطوة انا لا اظن ان انا هترجع عنها ابدا. يعني انا بصراحة مستريح كده. حاسس ان انا احكم كده. بشوف الرسائل وقت ما انا عايز اشوف الرسائل. بشوف الجديد مش حد بيقوم مختارق علي اللاحظة اللي انا عايشها ويقول لي تعال اشوف اه اللي بيحصل اوπό سوف الجديد او 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 اه شوف الخبر اللي بتاع ده او شوف الفيديو اللي راح ترنديج. فبصراحة انا مستريح جدا جدا كده وما ظنش ان انا هرجع تاني عن القرار ده ابدا. الشيء بشي يذكر اه في خاصية جميلة جدا في الايفون انك لما تضغط كده ممكن تربطها بشورت كات فانا عمل شورت كات ده ان هو لما اشتري اي حاجة اه بكتب التفاصيل بتاعتها هنا وده بيروح تسجل في في نوشن بحيس ان انا اتتبع الماليات بتاعتي اه برضو ممكن نبقى انا اتعمق في الموضوع ده بعدين ان شاء الله وتريبل تاب لو حابب ان انا دون فيديو من اه تطبيق يوتيوب او من اي تطبيق تاني سواء ايه اه الفيديو ده عجبني محتاجة تفرج عليه تاني او حابب واستخدمه اه لفيديو انا شغل عليه بس يا سيدي ده باختصار شديد ازاي انا مزبط التليفون بتاعي بحيث ان انا لما استخدمه استخدمه عن وعي واستخدمه عن عمد ما سيبشي الحبل على الغارب واسيبه واسحبني اه في اي حتة هو عايز ياخدني لها لا انا حتى التطبيق اللي انا حابب استخدمه انا بخش واكتب اسم التطبيق علشان يعني يبقى فيه خطوات كتير مش مجرد ان هو تيك تيك اضغط لا لا انا بروح واللي الاخر خالص واضغط وعلينا اكتب الاول تاعة حروف من التطبيق علشان يظهر فكل الحاجات ديت بتساعد جدا 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 ان انت متتسهلش في دوامة في التليفون بتاعك ووصلنا لفاكرة الكووت والكووت سريعا بيقول بيقول ان السمارتفون او الهاتف الذكي خلانا متصلين اكتر بس في نفس الوقت منعزلين انت دايما على تواصل مع الناس على الانترنت ولكن في نفس الوقت مفيش تواصل مع الناس اللي حواليك في الحقيقة يعني في البيئة اللي انت عيش فيها في اي مرة انت بتستخدم فيها التليفون اتاكد ان انت اللي بتستخدم التليفون مش هو اللي بيستخدمك انت اللي بستخدم التليفون مش هو اللي بستخدمك شكرا انت شوفك ان شاء الله في فيديو قادم بسلام شكرا انت للمشاهدة